هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع نظيره الأدري تؤكد تطلع البلدين لاستمرار العمل التنائي على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وتنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأضاف الرئيس السيسي أن المباحثات شهدت الاتفاق على أهمية دورية نعقاض جولات المشاورات السياسية بين البلدين إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا لاستمرار التعامل معا على تعزيز العلاقات الصينية بين بلدين في مختلف المجالات والتنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية وذلك عبر الاستفادة بالإمكانات المتاحة لكليهما لا سيما في قطاعات الإنشاءات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنفط والغاز كما اتفقنا خلال مباحثتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية نعقاض جولات المشاورات السياسية بين البلدين وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأزربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني